من الأحاديث الواردة في منهج الإقناع الحسي من الهدي النبوي ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال بال أعربي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريكوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري يصرد الحديث قصة أعربي أي رجل بدوي والبدوي في الغالب لا يعرف أحكام الشرع لأنه يعيش في البادية في إبله أو في غنمه وليس له علم بشريعة الله تعالى هذا الأعربي دخل المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتاج إلى أن يبول فتنحى وبال في المسجد فهم الناس به أن يقعوا فيه وزجروا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوه أي اطرقوه يقضي بوله وأريكوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فتركه الناس فلما قضى بوله صبوا عليه ذنوبا من الماء أي دلوا من الماء فتخر المحل وزال المحظور ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول والقذر وإنما بنيت لذكر الله وكراءة القرآن والصلاة فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعه وأمر الصحابة أن يرفقوا به لماذا؟ لأنه أعربي جاهل بهذه الأحكام فينبغي في الدعوة إلى الله عز وجل التيسير والتسهيل وعدم الشدة في الأمور هنا نرى النبي صلى الله عليه وسلم عذر الأعربي ليهله ورفق به ومن رفقه صلى الله عليه وسلم بالأعربي أن جعله يتم بوله في المسجد لأنه إذا منع البول المتحيئ للخروج ففي ذلك ضرر فربما تتأثر مجاري البول ومسالك البول فلهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يبول حتى انتهى من بوله ثم أمر بأن يصب على بوله ذنوبا من ماء وهذا يدل على حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه ورفقه وأن هذا هو الذي ينبغي لنا في محاولة إقناعنا للغير وتعليمهم وتوجيههم وكذلك إذا دعونا إلى الله أو أمرنا بمعروف أو نهينا عن منكر أن نرفقه لأن الرفقه يحصل به الخير أما العنف فيحصل به الشر لأنك إذا عنفت المسيئة والمخطئة ربما تجد منه رد فعل لا يرضيك كما أنه لن يقبل منك نصحا ولا إرشادا ولا توجيها بل إنه قد يرد الشرع من أجلك ويرفض النصيحة بالسبب لكن إذا رفقت وتأنيت فهذا هو الأقرب إلى استمالته نحوك وطاعته لك وقبوله منك وفي هذا الحديث نرى النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم الأعربي بهذا اللطف والدين وقال إن هذه المساجد ليصلع فيها شيء من الأذى والقذر قال الأعربي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا انظر كيف انشرح صدره بكلام محمد صلى الله عليه وسلم أما الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما أغضبوه وانتهروا وهو أعربي لا يعرف رأى أن الجنة والرحمة تكون له ولمحمد وغيرهما لا يرحمون وليت هو قال اللهم ارحمني ومحمدا وسكت بل قال ولا ترحم معنا أحدا فتحجر الرحمة أي ضيق رحمة الله الواسعة والتي وسعت كل شيء وهذا لأنه جهل بالشرع فيعذر بجهله ولكنه نعلمه بالرفق واللين وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانة إن الرفق لا يكون إلا سببا ومطية للخير كل الخير فالإنسان في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر وفي ملاحظة أحوال أهل بيته ومع جيرانه كل ذلك يتعامل معهم بالرفق واللين بالرفق في دعوته وأمره ونهيه ونصيحته وغير ذلك عليه أن يتحرى الرفق في الأمر كله لأن هذا أجدى وأنفع من الشدة والغلظة ويقول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فالرفق في الأمور كلها في الدعوة في الأمر في النهي في الإصلاح بين الناس وفي غير ذلك من شؤونه مع أهل بيته ومع جيرانه ومع غيرهم فإن الله عز وجل يعطي على الرفق والحكمة والتواضع ما لا يعطي على العنف والشدة والغلظة فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يرفق في الدعوة وفي الأمر وفي النهي ويجربوا وانظروا أيهم أصلح ونحن نعلم علم اليقين أن الأصلحة هو الرفق لأن هذا هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي اتبعه في هديه صلى الله عليه وسلم فإذا أردت استمالة صاحب النمط الحسي وأن تنجح في كسبه وإقناعه فعليك بالرفق واللين والرحمة فهذا هو المدخل الصحيح بل والوحيد للشخصية الحسية ترجمة نانسي قنقر